هل ممكن مثلاً يعني إحنا شغالين الفترة اللي فاتت دي على مجمعات عمرانية كتير في أماكن كتير أوي وعندنا شوق كتير أوي هل ممكن إحنا عندنا حصر بكل تأكيد هو روطن مش حاطة الدعاء الجدوى على عماله ده أنا اللي نفسي بطرح فكرة إن مش الموضوع الآي للسقوط لا منظومة العمران برمتها موضوع كبير لا والموضوع ده كمان يا ساتة نابل ده جزء منه حاجة لازم تتعامل معها على الفور شوف منظومة العمران هي البلد هي الحدث هي الحدث الأهم وهي المستقبل وهي الحاضر يخش فيها رخصة المباني وقبل رخصة المباني المخططات الاستراتيجية نزبوط وبعد المخططات الاستراتيجية المخططات التفصيلية وقالية الحصول على رخصة المباني والحيز العمراني ومفهوم الأرض الزراعية إيه يعني ملف بيشتغل فيه أربع وزراء برئيس حكومة بأجهزة ببرلمان يعني موضوع مش هتقول لي لهذه الدرجة أقول لك أيوة ولما أنا أجي النهاردة يبقى أنا تعريفي للحفاظ على الأرض الزراعية في اتجاه وإنت في اتجاه يبقى احنا محتاجين نتحاور عشان يبقى الاتجاه إيه واحد والديفنيشن بتاع الحفاظ على الأرض الزراعية لما أنا أبقى فهمي أنا وإنت مش مختلفين على الهدف بس إحنا مختلفين في الآليات اللازمة والأدوات اللازمة للوصول إلى الهدف أنا شايف الإمكانيات إيه وشايف الواقع إيه والإمكانيات لما بنظل لها بنظل لبعدين البعد الأول المواطن وثقفته والبعد الثاني أدواتها كنت التنفيذية لضبط إقاع تطبيق القانون الصحيح طيب الاختراح اللي كنت بقوله وأنا برضو بدي اختراح يعني ما عنديش الصورة كاملة ولا عندي الأبعاد للموضوع قال ممكن مثلا أن الناس اللي موجودين في هذه العماية نوفر له محادات سكنية من التجمعات الجديدة اللي الدولة بتنشئها خلال هذه الفترة ويكون لفترة محددة لحين إزالة هذه العقارات لأنه فيه خطورة عليهم لحين إزالة هذه العقارات ونشوف بعد كده يعني كان فيه مقترح برضو من ضمن المقترحات بيقول أنه فيه مستثمر يدخل مع المالك عشان يبنيله لأنه ممكن يكون ما عندهش القدرة المالية أنه هو يبني بعد ما زلنا له العقار صحيح الجزء الأخير اللي اقتراح لحضارك قلته ده أحد الطروحات اللي موجودة بس كلمة السر في إمكانية تطبيق كل الكلام ده هو فيه الكام الكام والتوفيق إن أنا أولا الكام لو أنت مثلا تتكلم على خمسين عمارة على مستوى مثلا الجمهورية شوف اللي عمارة فيها كان مشهقة يعني ده عدد ممكن إيه صندوق التنمية الحضارية وإحنا تكلمنا معاه فيه اللي هو كان صندوق تطوير العشويات ولما خلص مهمته في تطوير العشويات تنمية الحضارية اللي الناس مش برضو مش فاخدة الناس بتنسى أساس محمد ده طبعا لازم نفكرهم طبعا وديه تحديدا يعني العشويات الخطرة انتهت في مصر هو ده ده إيه بالظبط أنا كنت بحضر لأنه بيحضروا معايا في اللجنة على مدار السنوات فشايف كل مشروع على حده بيتكلف قد إيه وتحدياته عاملة إزاي خلصنا معادي فالسندوق بقى اسمه صندوق التنمية الحضارية أنا الحقيقة في إحدى الجلسات توصلت مع رئيسه الحقيقة الشخصية فاضلة وقلت له ابدأوا دخله مسألة العقارات الأيلة للسقوط وابدأ بالخالية لأن بالمناسبة فيه كم كبير من هذه العقارات غير مأهولة بالسكات تخيل طيب ده دي عايزة سرعة في التنفيذ عايزة سرعة وعايزة أنك تعرف أولا المالك والمالك حتى ما عندهوش إمكانية بس دي بتبقى في أحياء طبعا شعبية وضيقة لكن تقدر تعمل منها مكون جيد مكون عمراني جيد بس عايز تعمل إيه عايز بيزنس موديل يعني إيه يعني المحافظة تبقى معاك والإسكان معاك والبنوك معاك والجهاز معاك